أحباب رجل السرطان هذي قراءتك العاطفية في البداية أرى أنك خط أو راح تخوض محادثة من القلب تعبر فيها عن إسيائك من الحبيب لماذا؟ أنت قاعد تذكر الحبيب بكل الأشياء الحلوة اللي مريت فيها مع بعض قاعد تذكره بتضحياتك كأنما تذكره يعني تتمن عليه تقوله أنا فعلت لك كذا وكذا 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 ومش مصدق أن هذا الشخص لحد الآن وضعك في حيرة من أمرك لحد الآن مش متخذ تجاهك قرارك محدد ما في شيء واضح مع الحبيب جدا مستاء جدا زعلان احتمال أنك قررت أنك شوي تكون انعزالي عنه وأيضا أنت متردد في اتخاذ إجرائك أو خطوتك القادمة بالتجاه لأن هذا أراح حاليا شخص غير مستعد أن يأخذ أي خطوة زيادة في الوقت الحالي لا يستطيع حتى وإن أراد فهو مخلي الأمور شوي عالقة ومتوقفة أنت على الجانب الثاني مستعد تريد تتوقع أن يكون في عرض تجاهك عرض أكبر أكبر من بيج أوف كوبس بيج أوف كوبس هو أصغر أصغر كوب في مجموعة الأكواب وهي طاقة كلمائية فأنت غير راضي عن الشيء البسيط العرض البسيط العطاء البسيط اللي قاعد يعطيك هي الحبيب عندك أيضا بيج أوف سورد يقابلة وأيضا تو أوف سورد السيفين يقابلة أنت حاليا جدا متردد بخصوص هذا الشخص لا تعرف نوايا كأنما رجعت معا لنقطة الصفر تحس أنك لا تعرفه لأن أظهر لك جانب ثاني من شخصيته احتمال أمور كانت ماشية منيح في السابق فأنت الحين مش عارف شلون تتصرف تكركب الوضع عندك كأنك صاير بين مفترق طرق هل أبقى أم أرحل عندك سيفين حتى لا تستطيع أن تأخذ خيار لماذا؟ لأن السيف اللي تملكه صغير تحس أن ما عندك معلومات كفاية عن أسباب تصرف الشريك بهذا الشكل دوافعة لماذا هو يتصرف بهذا الشكل؟ أنت مش فاهم ولأنك مش فاهم احتمال أنك حتى تريد الرحيل تريد أن تتخذ قرار ولكنك لا تستطيع أنت مقيد في النص كارت السيفين معناته أنت في الوسط على عينك غمامة وهي معناتها قلة المعلومات قلة الفهم للموضوع وأنت بين سيفين مفترق طرق هل تبقى بسبب حبك لهذا الشخص لأنه عندنا طاقة أكواب أم ترحل بسبب حبك لهذا الشخص لأنه ما يعطيك هي غير كافي غير مشبع لك حاليا أنت تتوقع أكثر ولكن كل اللي حصلت عليه من هذا الشخص هي الطاقة البسيطة غير ناضجة دائما الصغير كوب الصغير والسيف الصغير فحاليا انت احتمال أيضا تكون أصغر منه في السن احتمال لا تملك المعلومات الكافية أو التواصل الصحيح معها لأنه ما شوف طاقة الأغصان احتمال حاليا ما في تواصل كفاية بينكم فمن أجل ذلك أنت لا تستطيع أن تأخذ قرار وأيضا عندك طاقة دائما السيف الصغير هي طاقة الجسوسة الذي يذهب ويأتي بالأخبار احتمال أنك رح تحاول في الفترة القادمة أن تأتي بأخبارها أن تبحث عنها يعني تحاول تحصل أخبار من وراء ظهرها بدون معرفته عشان تفهم أنت مو قاعد تتجسس بغرض الفضول أنت تحاول تحمي قلبك السيف فوق المشاعر تحاول تحمي وإن كانت مشاعرك لحد الآن مو مكتفية ولكن ما بقى من المشاعر عندك تحاول أن تحميها من هذا الشخص لأنك مش فاهم وتريد فعلا أنت كل همك أشوف في الفترة القادمة هي أن تأخذ قرار أنت ما تحب تكون مقيد ولا تحب أن تأخذ قرار يكون مثلا لمستعجل وأيضا هناك طاقة ثانية عندك أشوف عندك طاقة التهديد كأنما أنت تقول للحبيب إما تعرض عليه ما أريده الآن وإما أبدا لا أريده إما أنت قاعد تعرض عليه الحبيب إما تبقى فعلا تعطيني ما أريده في العلاقة وإما ترحل بس هذا الشخص لديه أربع الخماسيات أربع عناصر الأرض لا يستطيع هو أيضا مقيد ولكن بسبب ظروفه أنت مقيد بسبب قلت المعلومات وقلت فهمك لخفايا الموضوع ولكنك كأنما صارت عندك ردة فعل من اللي صار بينك وبين الشريك فالحين انعكس عليك وقعد كأنما تحدده إما تكون معي حبيبي أو إما نرتبط وإما كذا في طاقة تهديد تخير لأن أنت مش عاجبك الوضع مش راضي عنه إما كذا وإما ترحل إما تعطيني ما أريد وإما كذا تريد جواب كأنما أرسلت وراء شيء تطلب مننا جواب نهائي الجواب سيأتي ولكن في المرحلة القادمة لأنه عنده سيف السيف رقم واحد أكبر سيف فالجواب سيأتيك اللي أنت منتظر اللي أنت متوقع اللي أنت استحق ولكن بعد حين مش الآن لأن هذا الشريك عنده أربع الخماسيات عنده العجلة Wheel of Fortune عجلة الحظ بالعادة هي تعني تغير الحظ وممكن أيضا أن هذا الشخص شريكك ينتظر أن يتغير حظة إلى الأفضل حاليا مقيد بسبب ظروفة اجتماعية وضع المالي في أمور معينة احتمال حتى عنده أبناء من زواج سابق في أمور معينة تقيد من أن يخطو بالتجاهل ما في أي طاقة تقدم بينك وبينه لحد الآن ما في فرصان الفرصان هي طاقة التقدم والعرض ما في كأنما وضع متوقف ويضا وضعك متوقف ولكن بعكس رغبته لأن هذا الشيء لا يحدث حسب رغبته هو وضعها كذا لا يستطيع أن يعرض عليك واحتمال أنه من النوع من الناس اللي دائما يرى أن الزواج مسؤولية كبيرة الزواج مصاريفة كثيرة فلن يقبل على اتخاذ هذا القرار أو عرض الزواج عليك إلا عندما يحس تتغير عند طاقة الهاي أربع الخماسيات وهيها طاقة النقص لما تتغير تصير عنده وفرة لما تتحسن وضعها المادية ممكن وأيضا هناك نقطة ثانية أنت لديه طاقة السيوف والمئة هو لديه طاقة الخماسيات والأربعة منهم أرى أن هذا الشخص يأتي من بيئة مخالفة لبيئتك أربع الخماسيات في هاي النقطة تعني لي احتمال أن يأتي من بيئة محافظة أكثر من بيئتك مختلفة عن بيئتك جدا في فرق في البيئات بينكم محافظين متدينين ناس منغلقين احتمال وأنت هنا طاقتك طاقة المراهق فاحتمال أنك بالعكس تأتي من بيئة مرتاحة منفتحة متفاهمة هذا بيئته عكس بيئتك فينتظر الظروف المناسبة الأوضاع المناسبة أن يحول الموضوع خطوة خطوة أو يبتد التغيير شوي شوي مع أهله بحيث أن يستطيع أن شوف السيف تحت العجلات يحاول أن مثل اللي يخرق عرف عنده شوف خرق للأعراف عندما يخرق الدائرة هو في دائرة حاليا يعيش في تقاليد وأعراف وتفكير معين أهله من ناحية الأهل فهو يحاول تشوف من الأربعة راح يروح إلى الدائرة الوحدة يحاول أن يخفف مثل اللي يلين يهون على نفسه على بيئتها يبتد التغيير شوي شوي معهم بحيث يوم من الأيام يتقبلون فكرة ارتباطكم وفي الوقت المناسب راح يفاتحهم ويقرر أن يفاتحهم بموضوع الارتباط راح يكون حتى وإن كان صدمة عليهم لكن هو يرى أنه هو الوقت المناسب فلي أشوفه حاليا أن طلبك من القرار في هذه المرحلة شوي صعب بالنسبة له أنه هو مجرد الآن في مرحلة تليين وتغيير بيئتها المحيطة فيه وظروفها الشخص الثالث عنده كرت العدالة جاستس الكوبين كرت السول ميت وعنده ستة الأخصان كرت الانتصار أرى أن هذا الشخص احتمال إذا ما انتبهت له ممكن يسبب خطر حقيقي على علاقتكم لأن هذا الإنسان قاعد يحاول أنت شوي قاعد تعاند أو تهدد أو غير متفهم وفي المقابل لديك في الوسطة شخص يفهم هذه البيئة أحسه من نفس البيئة ممكن يكون ابن عم بنت عم بنت خالة اختيار أول وقع عليه من أجل الارتباط في شريكك كان مرشح الارتباط في شريكك ولكن لم يحدث الأمر شريكك رفع ولكن هذا الشخص لم يرحل لحد الآن ومثل ما يقولون في الخفاء يعمل عند نية عند كرت العدالة دائما تحيي لي كرت العدالة هي أمرأة أو ممكن حتى رجل شخص أنضج فكرا وعاطفة وفيه نوع من الخبث في هذه الطريقة في هذه القراءة ممكن يكون جدا خبيث ينتظر ويتحين الوقت المناسب عشان يتفركش الموضوع اللي بينكم ويأتي هو في الوقت المناسب مثل الغزاء اللي يحصلون على غنائمهم بعد الحرب يعني شوفوا هذا الآن إنسان جدا ذاكي مو قاعد يسوي ولا شيء عينه على الارتباط مع هذا الشخص ممكن يكون يعني إنسان من الماضي سواء قريب منه له صلة قرابة أو لا ولكن إنسان كان دائما يحوم في هاي البيئة البيئة المحافظة شوي أو المعقدة خلا نقول فهو ينتظر الوقت المناسب مش قاعد يتحرك لأنه هو كأنه يعرف احتمال يعرف عن وجودك وإنت لا تعرف عن وجوده كأنه يعرف عنك أو عنده فكرة أنه أنت بتصرفاتك حسب ما سمعه رح تفركش الموضوع منك ومن نفسك يا برج السرطان فهو يقول بينه وبين نفسه بدل ما أنا أدخل وأفركش الموضوع بينهم وأظهر أنه أنا الشخص السيء هو لا يرى أنه في أمكانية نجاح بينك وبين شريكك فينتظر أن الفركشة تأتي من طرفك أنت ليتشمت يحصل على ما يريد وإن كان الخيار الثاني لشريكك يعني أنت الخيار الأول ولكن هو أيضا موجود ويحصل على غنيمة ونصرة أمام الناس الاحتفال أمام الناس كأنما أحس في هاي الطاقة يخبر الأشخاص اللي حوله يقول لهم ألم أعدكم أنه فلان سيكون من نصيبي قلت لكم في السابق أنه فلان رح يكون من نصيبي وفعلا فأحذر مننا يا برج السرطان أنت أول برج أقرارك لحد الآن هاي القراءة وحس عندك شخص في محيط الشريك بهذا الخبض احتمال أيضا أن تكون أمرأة أكبر في السن خالة عم صديقة للعائلة ترسم على هذا الشخص من أجل أن تزوجه ابنتها أو ابنها ولكن فيه طاقة تخطيط كأنه أيضا لديه مثل سايكيك انرجي يعني إنسان يستطيع أن يقرأ الأرواح والطاقة كما تقرؤون التارو يستطيع أن يرى الشيء قبل أن يحدث فهو حاليا متوقع لكم الفشل من أجل ذلك تحين الفرصة المناسبة لكي يدخل في حياتك سوري لكي يدخل في حياة الشريك ويأخذها منك فإذا كنت تريد نصيحتي عليك أن تكون أنضج أنت لأنها ميجر أركانة ميجر أركانة يعني كرت رئيسي الكرت الرئيسي معنات أن الطاقة جدا ناضجة تبعه هذه الشخص أو ستصبح ناضجة فأنت يجب عليك أن توازيه في الذكاء في الحنكة في طريقة تصرفاتك في طريقة حديثك مع هذا الشخص هذا الشخص يحاول التغيير ممكن أن تكون معه عون أو فرعون هو خيارك ولكن هذه هي الرسمة الحالية الموجودة لعلاقتك ورح أسحب لي كرت تبع المفاجأة إذا الوضع رح يكون فيه أي مفاجأة كان قلبت كرتين انقلبوا عندنا sisters of the season cycles of growth nature أخوات الموسم دوائر عندنا كذا دائرة natural law divine order بضب عندك شخص مقدر لو كان له مكتوب من خلق كان مكتوب بالنسبة لأو مرسم عليه بسبب محيط الزواج من شخص معين بطريقة معينة من نفس البيئة وهناك نساء لأنها سسترز عندنا الأخوات الأخوات في الموسم عندنا الأخت اللي هي موسم الصيف الأخت الثانية موسم الشتاء الأخت الثالثة أتوقع الخريف والأخت اللي في الأسفل أتوقع إنها الربيع فأتوقع فيه تجمع نساء مثل ما أخبرتك مو فقط هذا الشخص هذا الشخص وراه أمرأة أكبر منه وراءه نساء تجمع من أجل الرسم مجرد يرسمون مجرد يخططون لا يأخذون أي أفعال كبيرة لأنه مخلين الأفعال أفعال فركشة العلاقة مخلين اعتمادهم عليك أنت على تصرفاتك احتمال يعرفونك سمعوا عنك أنه أنت شوي طايش أنه أنت شوي خلا نسميك impulsive impulsive يعني سريع ردة الفعل سريع أن يستفزونك ولديك طاقة غير ناضجة فعلا فحاول أن تنضج حلك الوحيد أن تنضج في طاقتك بحيث تكون لهم موازي ولدينا أيضا the sacred union الاجتماع اللقاء المقدس طاقة أو السولميت كذلك يعني كأنما أنتوا على اختلاف بيئتكم وعلى الخلافات اللي بينكم في طاقة انجذاب غريبة ومقدر لكم أن تكونون مع بعض لا تسألني ليش ولا تسألني كيف أنت حاليا في مرحلة السؤال في مرحلة البحث عن جواب هاي الكرت يقول لي سؤالك ما لا داعي كيف ومتى وإين التفاصيل غير مهمة اللي مقدر لك مع هذا الشخص رح يصير وأشوف أنه حسب الكرت مقدر لك اللقاء فيه متى وإين شلون رح يمشي الموضوع لا تحتم ركز على شيء واحد أن تنضج في طاقتك أن لا تجعل الأعداء أو من يتمنون لك شرا أن يحصلون على مرادهم تسألني كتابه شكرا لك